بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا الحرمين في الصف السادس الابتدائي زيكم عامل ايه النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تدريبات يونة 10 part 3 معكم اسمنا القنسة وانجليش يلا بينا نبدأ مع بعض كده بسؤال تشوز نمبر وان بيقول لي اه هسبيتال ولا ماتريال ولا ميديكال ولا فيستفال is a place where sick people are treated المكان هو المكان اللي ايه المرضى sick people يعني الناس المرضى بتتعالج فيه هو ايه hospital يعني مستشفى ولا material مادة خام ميديكال طبي festival مهرجان طبعا hospital مستشفى two fred broke his leg but he was يعني fred ايه قصر رجله but he was ايه almost ولا already alright altogether when he got to the doctor عندما ذهب الى الطبيب كان ايه لما ذهب الطبيب يبا هو قصر رجله ولكن ولكن but he was alright كان يعني بخير على ما يرام عندما ذهب الى الايه الطبيب ben was led to school يعني ben كان متاخر على المدرسة and the lesson had we الدرس already already حسنا تماما almost يعني تقريبا او غالبا altogether جميعا كليتا started و الدرس already بالفعل كان بدأ we learn english at school and we احنا بنتعلم انجليزي في المدرسة and we already also alright altogether learn maths يعني بتعلم انجليزي في المدرسة وكمان بتعلم ايه maths radiot we also ايضا you must go to the doctor for يجب ان تذهب الى الطبيب for e material ما الدخام medical festival animal treatment يعني المعالجة او العلاج يبقى for e medical treatment ليه المعالجة الطبية او العلاج الطبي plastic is a very useful يعني البلاستيك ده is a very useful e almost alright together material طبعا material ما الدخام يصفل يعني مفيدة before school يعني قبل مدرسة the children stand الاطفال stand e already almost altogether also in the playground بيقفوا جميعا كلهم مع بعض in the playground يعني ايه في ارض الملعب altogether جميعا كلية you will have to انت سوف have to تكون مضطر ان ستضطر ان speak spoke speaks speaking louder بصوت اعلى have to يعني will have to ستضطر الى speak يجب عدالي الفرب في الامفينتف فعلي زائد يجب عدالي الفرب في المصدر i haven't do ولا does ولا done ولا doing my homework يعني عايز يقول i haven't انا ما عملتش الواجب بتاعي ناخد بالناء haven't دي يعني have ده في ال e perfect جملة في ال present perfect منفية تبقى haven't plus e ها ال possible التصريف الثالث i haven't done ما عملتش ال e الواجب بتاعي لسه ما عملتوش could you could you say ولا says ولا saying ولا said your name again يعني هل يعني يمكنك انك تقول اسمك again مرة تانية could you ايه could you say could يجي بعدها الفرب في الامفينتف الفعل في المصدر could you say your name again the butterfly الفراشة has a الفراشة عندها wings يعني جناحات feathers ريش trunk ولا clothes مخالب trunk اللي هي زلومة الفيل طبعا الفراشة عندها wings اجنحة wings the caterpillar الدودة is a pattern ولا patterns ولا patterned ولا patterning طبعا عايزين نقول انها ايه منقوشة عليها نقوش كده the caterpillar is a patterned adjective دي صفة i'd like to live انا احب او ارغب اريد اني اعيش ايه ها اين ولا قات ولا on ولا of a farm عيش في مزرعة او على مزرعة farm مزرعة يجي قبل حرف جرر on اول on a farm على مزرعة where do they live ولا lives ولا lived ولا living where do they يعني اين هم يعيشون do ده الجملة عندي في present simple do or does plus e الفربي في الامفنتب where do they e live اين يعيشون the street is the street is full on ولا at ولا for ولا off cars عايز اقول الشارع مليء بي سيارات fall يجي معه حرف جرر off اقول fall off fall off يعني مليء بي الاهلي بنك البنك الاهلي has a lot of لو e الكثير من ال e false false معنى حقول او مجالات farms مزارع parts برانشز فروع and different places في اماكن ايه مختلفة برانشز طبعا يعني فروع the prisoners السجناء escaped through a secret message ولا passage ولا road underneath the prison يعني السجناء هربوا من يعيز يقول هربوا من ايه ها سري secret يعني سري ايه تحت السجن في اسفل السجن او تحت السجن طبعا passage يعني ممر sheep ولا lamb ولا pony ولا donkey is a kind of small horses نوع من الاحصنة الصغيرة sheep ولا lamb ولا pony ولا donkey طبعا pony اللي هو معناه المهر الصغير صغير الحصان feather ولا car ولا snout ولا fur is a nose for some animals like bears هي عبارة عن أنف لبعض الحيوانات زي الدبابة ها هتبقى ايه feather reach car snout أنف أنف حيوان ولا fur اللي هو الفراء الفرو snout سؤال ريرايت number one أحمد عمل الواجب بتاعه أنجز أتم واجبه the homework عايزني أبدأ به the homework homework هنا ده ايه ده object يعني مفعول به أما أبدأ به أنا كده هحاول جملة the a passive جملة عندي في زمانة a زمانة present perfect present perfect common subject plus have or has plus the past participle في passive بقى بأبدأ بالobject بالمفعول plus have or has been plus التصريف الثالث have or has been done has been done ممكن أقول by أحمد وممكن ما أقولهاش التنين صح I'd like to live in a big house وأحب أن أعيش فيه منزل كبير I wish okay I wish معناه ايه أتمنى أتمنى أمنيها في الوقت الحاضر I wish plus a past simple أقول ايه I wish I lived in a big house I'd like to be يعني زي ما نقول بالعربي كده يا لو كنت عايش في بيت كبير حتى بقولها لو كنت عايش في بيت كبير حتى بقولها لو كنت خلاص بس أنا أصبح ايه الوقت الحاضر يعني أتمنى لو كنت عايش في بيت كبير I'd like to be at home يعني أتمنى لو كنت ايه في البيت I wish I wish I I was at home People have heard wolves here يعني الناس سمعوا ايه الزئاب هنا wolves عايزني أبدأ بيها يعني ايه هبدأ بالمفعول اللي هي wolves يبقى هم حاول جملة ايه اللي passive تبقى ايه wolves ها ها طبعا هي جامعة تاخد have بس لازم ادم بسف يبقى been have been heard here سمعت هنا ممكن اقول by people the pony looks like a small horse يعني المهر يبدو مثل ايه حصان صغير what what دي اداة استفهام معناها ما او ماذا يعني المهر ده بيبقى شكله عامل ازاي ماذا يبدو بيبدو عليه ان هو عامل ازاي what ادي what ها قلنا تكون السؤال اداة استفهام فعل المساعد فعل فعل الفعل المساعد بجيبه على حسب زمن الجملة اللي عنتي الجملة في زمن ايه the pony looks like زمن present simple يبقى what does فعل المساعد فى present simple do او does استخدم does عشان pony مفرد what does the the pony look like we do يجب بعدها الفرب فى الانفينتف بدون اي تغيير فى شكله بدون اي اضافات look like question mark someone has picked all the flowers فى شخص ما كده اطف كل الظهور عايزني ابدأ بي all the flowers ها يعني عايزني ابدأ بالمفعول يبقى نخلي الجملة passive all the flowers فى الاكتف كنا مقول someone has picked لا فى passive بقى المجون اقول all the flowers have been picked been picked have been picked 7 an excellent team an excellent team has won the competition يعني فريق ممتاز فاز بال a b المسابقة عايزني ابدأ بي the competition يعني المسابقة فاز بيها اي فريق ممتاز the competition ها طبعا دي مفرد has has been has been has been been one by an excellent team ان 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 جين don't like brown hair يعني ان و جين ما بيحبوش الشعر البني وش يعني هتبقى ايه الجملة ان و جين ما بيحبوش الشعر البني يبقى هنقولها ازاي هنقول ان و جين بيتمنوا لو ما كانش عندهم شعر بني ان ان جين ان جين ان جين 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 إذا لم يكن لديهم شعر بون أريد أن نكون هناك أجازة أريد أن نستخدم أجازة يعني نحن نتمنى لو كنا في أجازة ونخبنا هذه أمنية في الوقت الحاضر جملة في ال past simple we wish on holiday they have eaten bananas هم أكلوا الموز أريد أن أبدأ ببناناز يعني بال object يعني نخيل جملة passive بناناز هه have been eaten by by them مش عايز اكتبها فش مشكلة انا شوف عني سؤال passage القطعة دي بيقولي amalia erhart was born in July 1898 يعني ايماليا دي تولدت في يوليو سنة 1898 سنة 1932 أصبحت أول سيدة تطير طيارة أو تسوق طيارة من أمريكا لأوروبا بعد ذلك قررت أنها تطير حول العالم هي طارت إلى أمريكا الجنوبية ثم قررت إلى أطلانتك إلى أفريكا وإنديا وستمرت بعد ذلك قررت عبر المحيط الأطلانتي إلى أفريكا والهند عندما أمريكا كانت تطير عبر المحيط الهادئ طيارتها اختفت ربما أنها تكون إيه استضمت بشيء يعني بسبب الطاقس الساية أو أن هي كانت مرهقة وتعبانة متعبة أو أن المطور بتاع الطيارة كانت توقف عن العمل كل دي احتمالات بس الحتمي أو المؤكد أن هي عملت حدثة وأنها لا يمكن أن تتعبر أو تكتاز المحيط لأن لا يوجد أي شخص شخص شاهدها خالص ثاني يبقى بعد كده هنا الأسئلة بيقولي نومبر ون متى ولدت إيه أميليا نرجع في القطع بتاعتنا بيقولي أميليا إرهارت was born in July 1898 هي دي الإيه ده أجاب السؤال نومبر ون in July 1898 طيب السؤال الثاني بيقولي why was أميليا فيموس ليه أميليا كانت مشهورة ليه لأنها كانت أول سيدة أول إمرأة هي she became the first woman أو she was the first woman to fly a plane from America to Europe لأنها كانت أول إمرأة بطير طيرة من أمريكا لأوروبا يبقى because she was she was كانت the first woman to fly a plane from America to Europe how old was Amelia when she made her fly to Europe كم كان عمر أميليا لما هي عملت الفلايت الرحلة الرحلة الجوية بتاعتها إلى أوروبا كان عندها كم سنة طيب نشوف كده إحنا قلنا إنها تولد سنة إيه أه 1898 ماشي طيب كم عمرها كان عمرها إيه 34 34 34 كم كان عمرها؟ نقول إيه 34 أو she was 34 كان عمرها 34 سنة طيب السؤال هنا فور فور يقول إيه أميليا بدأت رحلتها الجوية من إنديا أو أفريكا أو كاليفورنيا أو كايرو شوف كده بدأت الرحلة بتاعتها منين she set off from كاليفورنيا هي انطلقت منين من كاليفورنيا يبقى بدأت الرحلة بتاعتها من كاليفورنيا كاليفورنيا أميليا's plane must have crashed إن الطيارة بتاعت أميليا يعني أكيد إن هي استضمت N-E the Atlantic ولا Pacific ولا إنديا ولا read sea البحر الأحمر شوف كده when Emilia was flying across the Pacific Ocean عبر المحيط ال-E الهادئ her plane disappeared يبقى الاستضام ده أو تحطم تاعترة بتاعتها أكيد حصل فين في Pacific Ocean المحيط الهادئ when Emilia died she must have been لما هي ماتت كان عمرها كم سنة أكيد بقى كان لازم نعمرها كم سنة ها 34 ولا 36 ولا 39 ولا 30 years old نشوف ده حصل سنة كام أصلا آه هوت In May 1937 30 إيه 7 يعني 61937 آه إحنا قلنا هنا 61937 كان عندها كم سنة كان عندها 34 سنة 37 بقى كان عندها كم سنة ها 34 حطوا عليهم 5 يبقى كان عندها كام كان عندها 39 سنة خلاص يبقى 39 طيب آه هنا براجراف يعني A trip you would like to go on آه رحلة إيه آه يعني تحب إن إنت تطلعها يعني أو تعملها آه يعني ده حاولوا تكتبو كده مع بعض أنا هعمل معكم سؤال برضو لو عندكم مشكلة في البراجراف إحنا ممكن نعمل فيديو آه نكتب فيه براجراف ما بعض آه سؤال سادس نمبر 1 بيقولي I have been to the pyramids بصوا عندي حاجة اسمها have been have أو has been معناها إيه معناها زهبة وعيد have been أو has been معناها زهبة وعيد have أو has gone معناها زهبة ولم يعود have gone أو has gone معناها زهبة ولم يعود مولك I have been to the pyramids أنا زهبت إلى الأهرامط رحت إلى الأهرامط يعني رحت ورجعت تاني بيقولي حطت الخطة حتى to the pyramids إلى الأهرامط يبقى السؤال إيه السؤال أينها زهبت where أينها يعني where الفعال المساعد إيه بيقول I have been to the pyramids where إيه where have you been أين إيه زهبت بيقولي هنا yes I met some tourists أنا قابلت بعض إيه السوياح بيقولي السؤال كان إيه سؤال بيهل هل قابلت بعض السوياح I met I met ده past الجواب هنا في الإيه في past جملة فيه زمن past simple يبقى السؤال did you meet some tourists بعض السائحين بيقولي yes he gets up late نعم هو يستيقز متأخر يبقى السؤال هل هو يستيقز متأخر he gets up جملة في present simple وهي مفرد يبقى الفعل عندي مفرد يبقى الفعل المساعدة عندي does 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 he get up late does he get up late هل هو يستيقز متأخر the dress is 300 pounds يعني الفستان بيكون ثمن يعني 300 جنيه يبقى السؤال ايه بيقولي على 300 باونز يبقى السؤال هو كم تمن الفستان بسأل على السعر او التمن بيه how much how much is the how much is how much is the dress كوشن مارك بتاعنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا خلصنا التدريبات لو استفدتم منه ما تنسوش like و share و subscribe للقناة واشوفكم على خير goodbye